اشتركوا في القناة تحويل المركبات للعمل بالطاقة الكهربائية بدلا من الوقود التقليدي والجهود اللي تمت في هذا المجال هنتكلم كمان عن التقنيات الحديثة سبل ادخالها في الصناعة المصرية خاصة صناعة السيارات لتلبية متطلبات واحتياجات المستهلك المصري خلال المرحلة الحالية والمستقبلية كمان التوافق مع التوجهات العالمية نحو ايجاد مركبات صديقة للبيئة ايه هي الخطط المستقبلية لمصر بخصوص صناعة السيارات الكهربائية كل ده وكل التفاصيل دي هنقشها واكتر مع ضيفي لهندميلي في الستوديو بعد قليل الدكتور محمد احمد عبد العزيز رئيس قسم هندسة السيارات بكلية الهندسة جمعت عين شمس لكن في البداية خلونا نشوف هذا العرض المعلوماتي ونرجع بعدي نبدأ فقرتنا بحضراتكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر برحب بدكتور محمد احمد عبد العزيز رئيس قسم هندسة السيارات بكلية الهندسة جمعت عين شمس اهلا وسهلا بحضرتك اهلا وسهلا بحضرتك يعني خليني ابدأ من حضرتك في البداية بتحول المركبات للعمل بالوقود ان هي تكون او نبدأ نخليها بتعمل بالكهرباء خطوة زي دي عشان برضو الناس تكون فهمها هي خطوة مش سهلة اكيد مكلفة وليها اهمية عايزة حضرتك برضو تقول لنا ايه اهميتها والتكلفة اللي هيمكنها تنفقها الدولة المصرية وليه احنا اخترنا هذا التوقيت التحديد ان احنا نبدأ في هذا الاتجاه تمام طبعا احنا لسه خارجين من مؤتمر المناخ وشايفين التحديات اللي بتقابل العالم كله في موضوع الانبعاثات الملوسة للبيئات المختلفة ومن ضمن الحاجات اللي بتتساهم بنسبة كبيرة في التلاوث هي عملية التحرك او الترانسبورتيشن التنقل من مكان لمكان لاذا كان بني ادمين او بضاء وبالتالي حصل تواجه في العالم كله ان احنا نحاول يقللوا الاعتماد على الوقود الاحفوري او الوقود اللي هو البنزين او السولار او حتى يعني بعض الحاجات اللي هي محاولة الى الغازة الطبيعية الغازة الطبيعية هو وقود نظيف ولكن احنا بنبص على فكرة ازاي نحنا نقلل استخدام الوقود الاحفوري ده من فترة الى اخرى طيب بالنسبة للعالم كله بدأ يوصل ان احنا توصلنا لمرحلة ان سنة 2035 اوروبا خدت اخذ قرار ان مش هيبقى فيه مبيعات خالص للسيارات الوقود الاحتراق الداخلي ويبقى بس كل الموضوع بالسيارات الكهربية فقط طيب التوجه ده العالم كله رايح له وبالتالي بدأت مصر تاخد خطوات في هذا الاتجاه الخطوات دي بتؤدي الى ان احنا محتاجين نراجع ازاي احنا عندنا مرحلة الانسنتف للترخيص بتاعة العربات الكهرباء الانفرستركشور او البنية التحتية اللي موجودة في مصر اللي هي تخلينا نقدر نوصل الكهرباء لكل اماكن المختلفة نقدر نشحن فيها العربيات وبالتالي فيه تحديات كبيرة على الدولة المصرية ان احنا نوصل لمرحلة ان احنا بعدنا سيارة كهربية ماشية في الشارع وعندنا اماكن كفاية ان احنا نقدر نشحن منها من غير ما يأثر على الشبكة الكهربية الامومية هتكلم حضرتك يا دكتور فيه التحديات بشكل مفصل بس يمكن حضرتك قلت نقطتين دلوقتي مهمين جدا ومتعلقين ببعض النقطة الاولى ان احنا يستخرجين من مؤتمر المناخ ويمكن كل الناس اللي تبعت مؤتمر المناخ او تبعت التحضيرات اللي حصلت في شارم الشيخ احنا شفنا مركبات كتيرة اوتوبيسات تاكسي كانت مركبات صديقة للبيئة وشفنا التحدي اللي حضرتك بتتكلم فيه ان فيه محطات كانت موجودة عشان العربيات دي او متوفرة بشكل كبير جدا في شارم الشيخ تحدي زي ده ان الدولة المصرية تقدر ان هي تحققه في التوقيت الزمني ده هل ده بيعكس ان فيه فعلا زي ما بيقال جهود دقوبة فيه اصرار على ان احنا نصل للاهداف المرجوة من التحول نحو المركبات الكهرباء الكهرباء او صديقة البيئة طبعا يا امكان هو ده كان تحدي كبير في منية شارم الشيخ وان احنا نوصل نحن نقدر نوصل بعدد اوتوبيسات كهرباء بمصنعها في مصر وان احنا نقدر نوصل ان فيه فليت من او عدد كبير من العربيات اللي هي حجمها صغيرة تقدر تنقل زي التاكسي يعني في وقت قليل وان احنا نقدر نعمل محطات ومش بس محطات بتستعمل المحطات العادية لا ده فيه محطات بطاقة متجددة زي الطاقة الشمسية او طاقة الرياح نستخدمها لشحن هذه السيارات وبالتالي ده كان تحدي كبير جدا ومصر قدرت تنجح في ده في المرحلة بتاعة شارم الشيخ يمكن التحدي هيبقى اكبر لما نيجي ننتشر على مستوى اماكن فيها كسافة سكانية عالية زي محافظة القاهرة مثلا او محافظة الجيزة او حتى لو نوصل لجنوب الوادي في الصعيد هيبقى عندنا برضو تحديات اكبر وبالتالي هو دي زي بزرق او نواية نقدر ننطلق منها ونقول اه احنا فعلا نقدر ومحتاجين نحط الخطة الطموحة ان احنا نقدر ننتشر انتشار عرضي وطولي في عنحاء مصر كلها طب التحدي الكبير ده هل بيحتاج نوع من انواع الدعم معين هل في شركات هيكون لها دور الخطة اللي الدولة حطاها الخطوات فيها قليت التحرك فيها يا دكتور ممكن تبقى ازاي؟ تمام هو قريدي في حاجات الدولة قامت بيها احنا من حوالي ثلاثة اسابيع او شهر سيادة الرئيس وقع انشاء المجلس الاعلى لصناعة السيارات وده معايا سندوق لدعم صناعة السيارات لسه اللايحة التنفيذية بتاعت القانون ده او الهيئة دي نهيئة لسه هتبدأ تشتغل دي هتكون زي الاب بتاع كل الجهود اللي هتبقى موجودة في تطوير صناعة السيارات ازا كانت كهربية او حتى تعمل بالغازة يعني احنا بنتكلمها على ان احنا هيكون عندنا مردود في التجاهين اللي حضرتك بتتكلم فيه وممكن ان احنا نمشي كمان خطوة اكبر واسرع في فكرة ان احنا فيه توجه نحو توطين صناعة السيارات في مصر والحاجات التانية زي ما شوفنا في دول كتير قوي برة في العالم بيبقى فيه نوع من انواع الحوافز او الانسنتفز يعني اللي موجودة اللي بيتجه انه هو يشتري سيارة كهربية زي بنشوف دعم في التجديد بتاع المرور او الدعم في انه فيه خفض في جزء من الضرائب فيه حاجات شبه كده موجودة واوظن ان ده هيبقى جزء من الحاجات الاجندة بتاعة المجلس اعلى صناعة السيارات الحاجة التانية اللي تعملت وبتدعم ان فيه بعض الصناعات اللي بدأت تظهر جوه مصر اللي هي صناعة تحويل السيارة اللي هي تعمل بمحرك احتراق داخلي اللي هي تعمل بمحرك كهرابي وصدر برضو تحديث القانون المرور وتم نشره من حوالي برضو حوالي شهر ونص بتعديل ان ممكن السيارة اللي هي تحول من محرك احتراق داخلي إلى محارج كهرابي أنها تتم ترخصها بنفس الطريقة التي تترخص بها في الأصل بعد طبعاً رجوع لوزارة التجارة والصناعة لإعتماد التعديل التي تعمل في العربية ودي حاجة من الحاجات التي تبدأ تحفز أي صناعة سيارات في العالم عمر ما فيه دولة الوحدة هي بتعمل صناعة سيارات كاملة متكاملة الوحدة لازم بيبقى فيه سلاسل الإمداد المختلفة اللي هي بنقدر نتحرك فيها أننا فيها بعض المكونات هنقدر نعملها في مصر وبعد المكونات اللي لازم هنستورد حتى الروماتيريا أو المادة الخام اللي بيطلع منها الصناعة السيارات دي وبالتالي دعم صناعة التحويل للسيارات ده جزء كويس مهم وحتى البدجت بتاعته أو الميزانية المطلوبة لي مش هتبقى ميزانية كبيرة زي ما أنا أشتري عربية من الأول عربية كعربية وده لازم يتم دعمه وفعلاً وزير التجارة والصناعة وإحنا كمان عندنا خطوات يعني إحنا عندنا هنا بندعم أو فيه تنطين للصناعات التكملية بالضبط الصناعات المغزية ليها دعم كبير وحتى فيه يعني مبادرة من البنك المركزي لدعم هذه الصناعات بفوائد قليلة وبالتالي هو فيه جهود متوازية ماشية في تجاهات كتيرة أنا بصفتي من جامعة عين شمس وأنتمي المجتمع البحث العلمي ففيه أكاديمية البحث العلمي بتقدم يعني فانز أو يعني تمويل مشاريع لتطوير الأجزاء بحيث أن احنا نقدر ندي زي أدفايز أو نصيحة لأي حد عايز تحرك في الاتجاه ده المكونات اللي ممكن تقدر تشتغل فيها أسرع وتقدر يبقى فيها عائد على الاستثمار أسرع حضر العائد بتاع الاستثمار يعني بالطبع التحول للفكرة أن احنا يكون عندنا مركبات بتعمل بالكهرباء اللي مردود اقتصاد يا دكتور طيب عايزة حضرتك برضو نعرف سيدة مشاهدين ايه هو المردود الاقتصادي المنتظر وكمان هما الموضوع هيكون بيعود عليهم بنفع زي لو احنا منتكلم على الشريحة اللي هي المستهلكين للسيارات الكهربية طيب احنا النهاردة تمن الوقود بيعلى كل فترة واحنا يمكن الحمد لله لسه الوقود عندنا سعره مناسب بس بعد شوية مع ارتفاع الأسعار هيبدأ السعر للوقود العادي ده سعره هيعلى معا ان احنا عندنا سعر الكهرباء برضو وسعر تنافسي وبالتالي الفكرة بتاعت ان انا امون العربية بقيمة معينة ممكن نفس المسافة اللي انا همشيها لما اجعش حن بالكهرباء وادفع تمن الكهرباء دي ممكن توصل الى تلت القيمة وبالتالي فيه عائد ان انا قدر اوفر حوالي تلتين بقى الفلوس اللي انا كنت بتفحها اه طبعا تمنت العربية الكهرباء في الاول هي تمنها اغلى من العربية البنزين لان ده زي اي تكنولوجيا جديدة بتبدأ في العالم زي ما بزمان كنا بنفتح نمسك الموبايلات الموبايل كان غالي جدا وتكنولوجيا بتاعته قليلة بعد شوية بدأت الموبايل التكنولوجيا بتاعتها تعالى وسعرها الى اي ال وبدأ يحصل فيرجنز اكتر نفس الحكاية بتحصل في العربية الكهرباء النهارد فيه جنريشن وان وجنريشن تو جنريشن ثري كل جنريشن من الجنريشن دي بيبقى المكونات بتاعتها غالية والتكنولوجيا اللي بعد شوية التكنولوجيا بتبدأ تعالى وبالتالي التكنولوجيا القديمة دي تبدأ ترخص شوية فمع الوقت هيبدأ يحصل ان سعر السيارة الكهربائية هيبقى تنافسي مع السعر العربية هل كل اي اي زي ما حضرتك قلت هي اي منتجات طب ده يمكن النفع اللي هيعود على المواطن او اي حد هيفكر انه هو يتجه نحو السيارة او المركبات اللي بتعمل بالكهرباء المردود الاقتصادي بقى اللي هيعود على الدولة صناعة السيارات زي من الصناعات الاستراتيجية اللي بتقوم عليها اقتصاديات دول كتيرة جدا احنا عندنا مثلا دولة زي ألمانيا جزء كبير جدا من الاقتصاد بتاعها بيعتمد على صناعة السيارات الصناعة السيارات بتحفز الصناعات المغزية مش بس في مجال السيارات في المجالات كتيرة جدا اللي هي علاقة بالصناعة وبالتالي نقطة تفتح فرصة ان احنا نبدأ ان نصدر للدول المبينة وبينها اتفاقية زي الدول الكوميسا أو الدول الأغادير الاتفاقية الأغادير نبدأ نستغل الاتفاقيات دي نحن نقدر نصدر برا وبالتالي يبقى عندنا فرصة أن نحن نقدر نبني عربية عندنا جوا مصر بمواصفات مناسبة للبيئة بتاعتنا وفي نفس الوقت مناسبة للبيئات اللي حوالينا ونبدأ نصدر الكلام ده برا هيعود علينا بعواد اقصادية كبيرة جدا هتدي فرص عمل كتيرة للشباب والخارجين حديث التخرج وفي نفس الوقت تقدر تدينا فرصة أن نحن نبقى لنا ماركت أو سوق بنقدر نتحرك فيه بسهولة دكتور من نسبة للبيئة بتاعتنا حضرتك بنتكلم على بنية تحتية على سبيل المثال مؤهلة وجهزة هل المركبات أو السيارات الكهربائية بتحتاج بنية تحتية مختلفة عن السيارات اللي بتعمل بالوقود؟ ها يعني بتزبط زي ما حالك بتقولي النهاردة حضرتك لما تبتركيها العربية بتبيش شغلة بالك وأنا همشي في الطريق أنا همون فين ولما همون هاعد خمس دقايق في البنزينة وهامشي العربية الكهرباء بتاخد وقت شوية في النهاية تشحن طبعا على حسب التكنولوجيا اللي موجودة فيها آه في العالم وصلوا لمرحلة اللي هو تلت دقايق وخمس دقايق بس دي هتبقى سعرها عالي جدا طب الرينج اللي هو المتعرف عليه خمسة واربعين دقيقة مثلا عشان أوصل لسابعين في المية من المسافة وبالتالي طريق تحرك حضرتك في الطريق هيبدأ تختلف ده أنا لازم أبلان أو لازم أخطط إن أنا وأنا همشي العربية فاضل فيها رينج قد إيه فأنا هشحنها إمتى لا ده أنا هتعمد ده أنا هشحنها أوورنايت أو من خلال الليلة هشحنها في البيت بتاعي وبالتالي هتبدأ الطريقة اللي أنا بتحرك بيها جوه المجتمع بتاعها هتبدأ تختلف طيب البنية التحتية اللي موجودة في مصر هي مناسبة لعدد العربيات اللي موجودة النهاردة كعربات كهرائية موجودة في مصر لكن لو إحنا هنبدأ نتوسع في ده هو آه في خطة وفي بدأ يظهر لو حركت تدخلي في أماكن كتيرة من البنزينات وبعض المولات الكبيرة هتلاقي فيها أماكن للشحن السيارات الكهربية وبالتالي إحنا حايزين نتوسع في هذا الاتجاه مع زيادة عدد السيارات اللي هتظهر في مصر يعني هنقف مع حضرتك عند التحدي ده وهنتكلم في التحديات وهنتكلم كمان إزاي الدولة تغلبت على هذه التحديات بس خلينا نطلع لفاصل سريع وأرجع استكمل نقاش مع حضرتك أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام الجديد برحب وبجدة ترحيب بحضرتك يا دكتور يمكن قبل فاصلكم بنتكلم على التحدي المتعلق بالبنية التحتية وحضرتك قلت أنه الدولة في الحقيقة وسعت يمكن نطاق التعامل مع السيارات أو المركبات اللي بتعمل بالكهرباء هل الخطوات دي كافية لأن إحنا نقدر نقول أن إحنا هنخدم عدد كبير قوي أو أنه لو في عدد كبير قرر أنها دلوقتي هيتحول لأنها يبقى معي عربية بتعمل بالكهرباء هل هذا التوسع والخطة اللي الدولة حطاها بتتماشى مع سلوب التفكير يمكن اللي إحنا بنشوفه دلوقتي طيب هو طبعا إحنا آه إحنا عندنا بنية تحتية مناسبة وجهزة للزيادة للإكسبانشن أو للتوسع يعني عندنا نقطة كتيرة موجودة للشحن وزي ما حرايك عارف أنا عندي نقطة شحن في نقطة معينة لو أنا عايزهم يبقوا أربعة في نفس المكان هعرف أعمل ده بالمنتهى السؤولة وهو ده اللي يمكن الاستراتيجي اللي الدولة اشتغلت بيها إن إحنا نبدأ أنه عندي على الأقل في محطة شحن واحدة موجودة في كل محطة بنزين وأول ما يبدأ يحصل مش عايزة أقول تزاحم ديماند أو يعني طلب على الشحن أكتر هيحصل أوتوماتيك المحطات الشحن دي في الأماكن دي هتزين هل ده مثلا كافي إن أنا أقدر أسافر مثلا مسافات طويلة لده في بعض الطرق السريعة اللي موجود عليها محطات الشحن ولكن هل أنا غطيت كل الشبكة؟ هل الدولة مطلوب منها تغطي كل الشبكة؟ لا لأن عدد العربية النهاردة موجودة في السيارات الكهربية اللي موجودة دلوقتي محطات الشحن أكتر من احتياجها لكن أول ما نبدأ ناخد الاتجاه بتاعي إن إحنا هنبدأ بقى ندعم صناعة السيارات الكهربية أو حتى ندعم إن المستهلك يستخدم سيارة كهربية حتى لو مستوردة بنسب كبيرة جدا من التجميع في مصر أو تصنيع محلي هيبدأ يحصل التوسط ومنتهى السهولة لأن شبكة الكهرباء في مصر بدأت تتحسم إلى شكل كبير وبطبع طبعا شبكة الطرق اللي بدأت تتحسم إلى شكل كبير حضرتك في أول النقاش تكلمت إنه في مركز بيعمل بحوث ودراسات متعلقة بالسيارات الكهربائية إلى أي مدى الأبحاث والجهود دي يا دكتور نقدر نقول إن هي طلعت حلول طلعت مبادرات يمكن إن هي تسرع وطيرة العمل نحو التحول للعمل بمركبات صديقة البيئة يمكن أن أقولت حركة أكاديمية البحث العلمي هي من جهات التمويل الكبيرة للبحث العلمي في مصر وهي اشتغلت على محاور تلات محاور في محور الأولاني اللي هو إزاي نطلع مهندسين مؤهلين يشتغلوا في السيارات الكهربية وبدأ يحصل تعديل في بعض المناهج من خلال وزارة التعليم العالي والجامعات المختلفة إن إحنا إزاي نغير المناهج إن هي تقدر تطلع الكوادر اللي تقدر تشتغل وتصنع وتنفذ السيارات الكهربية وكان فيه من ضمن المبادرة دي إن إحنا قدرنا نعمل حاجة اسمها رالي السيارات الكهربية في مصر هو اتعامل سنة 2018 وقدرنا نقدر أكتر من 1600 مهندس خارجين الكليات الهندسة المختلفة على مستوى جمهورية مصر العربية كلها وبقوا فاهمين يعني إيه عربية كهرباء وتتصين إزاي وتشتغل إزاي وبنوا عربية كهرباء صغيرة طبعا عربية كهرباء صغيرة ولكن كان هدف المسابقة إن إحنا نتزود الوعي في المستوى ده فيه مستوى تاني إن فيه زي بحوث اتعملت لتصنيع المطور الكهرباء الجهاز التحكم في مطور الكهرباء البطاريات وإزاي نتحكم في الشحن وتفريغ البطاريات وفيه مخرجات كويسة طلعت من المشاريع دي أخيرا فيه طبعا زي ما حراك عارفة إن فيه جهود من الدولة إن إحنا كنا نجيب شركة من الشركات تبع شركة النصر للسيارات المندوقة للدولة إن هي تبدأ تجمع سيارة من السيارات الكهربية وجاري حاليا الاتفاق مع شريك أجنبي لتصنيع أجزاء كبيرة من السيارة الكهرباء ففيه المحاور بتاعت إن أنا يبقى عندي البنية التحتية تكلمنا عليها عندنا كوادر خريج الجامعات إن هم يبدأوا جهزين للتطور اللي هيحصل في صناعة السيارات عموما وصناعة السيارات الكهربية بالأخص والأبحاث اللي هي بتتكلم على أجزاء معينة في السيارة اللي هي بنقول عليها لها value عالية لها قيمة عالية وفي نفس الوقت فيها تكنولوجيا عالية وبتقدر نضيف فيها قيمة بسرعة وبسهولة وآخر حاجة إن الجهود اللي الدولة بتعملها في إن إحنا نقدر نأتراكت أو إن إحنا نكتذب بعض المصنعين السيارات الكهربية اللي موجودة في العالم إن هم يقدروا يجمعوا عربياتهم ويبدأوا ياخدواها من الأجزاء اللي هي فيها الصناعة المحلية للأجزاء طب لو قلنا يا دكتور بحزبة بسيطة كده إن دي سلسلة الجهود اللي حضرتك تكلمت فيها والمبادرات وتأهيل الأيدي العاملة اللي هي بيبقى عليها العامل الأكبر اتساقا مع الخطوات اللي الدولة ماشية فيها حتى إن إحنا يمكن نشوفنا في شرم الشيخ مركبات زي الأوتوبيسات التاكسي بعدين كمان بنشوف إن فيه توجه نحو تحول اللي هي السيارات بتاعت نقل البضايع والسيارات التجارية مي الأخير واللي عمل بالكهرباء لو دي كلها سلسلة إحنا وقفين فين ونقصنا إيه بالضبط عشان نحقق كل الأهداف اللي إحنا عايزنا لو إحنا قلنا إن آخر المشوار إن إحنا نقدر ننتج سيارة مصرية أو أوتوبيس مصري أو عربية نقل مصرية لو إحنا تكلمنا على الأوتوبيسات فهو إحنا واخدين خطوات توصل لحوالي 70% من من إحنا نوصل إن إحنا نعمل حاجة 100% أوتوبيس بالنسبة للعربية الملاكية فإحنا لسه في مرحلة 20-30% لأن التحدي إن أنا أدخل جوه السوق سيارة ملاكية فبقى أصعب كتير جدا من الأوتوبيسات أو الحاجات اللي هي علاقة بالماس ترانسبورتيش بالنسبة للنقل فهو ده تحدي كبير جدا على مستوى العالم لإن بيحتاج طاقة كبيرة جدا وتخزين الطاقة الكهربية جوه حاجة فيها نقل ده من التحديات اللي هي بتواجه العالم كله فإحنا بقول إن إحنا يمكن ما خدناش أي خطوات في الموضوع بتاع النقل البضايع وصلين لحوالي 70% في النقل العام أو الأوتوبيسات الكبيرة بالنسبة للعربية الملاكية والحاجات اللي أحنا بنتكلم فيها أحنا بقول إن إحنا من 20% لـ 30% ومحتاجين نمشي أسرع من كده شوية ودائما أو بدأت كلامي مع حضرتك وحضرتك كمان بدأت كلامك فكرة إنه العالم كله منتجه نحو السيارة الكهربية كمان وإحنا بنتبع وبنسمع نلاقي إن البرلمان مثلا على سبيل المثال الأوروبي بيقول إنه بحلول العشرين 35 هتبقى ممنوع أي عربية تعمل بالوقود أو سيارة تعمل بالوقود وفيه اتجاه نحو السيارة هل ده ممكن يطبق عندنا ولا دي مدة زمنية إحنا يعني محتاجين نزود المدة شوية؟ هل محتاجين وقت أكتر بس برضو هقول لها رأيك الحاجة إحنا نسبة البضايا اللي إحنا منعتمد عليها بأوروبا كعربيات ممكن توصل لـ 70% من السيارات اللي موجودة عندنا معتمد على مكونات أوروبية ولو هما بطلوا يشتغلوا في العربية المحركة لإحتراق الداخلي فهنبدأ مش هيبقى عندنا حل غير إن إيما إحنا هنشتري منهم العربية الكهرباء دي وهنتحول معهم بفصل زمن قصير منه أو هنبدأ نرجع نروح للتكنولوجيات اللي هي الدول اللي هتبقى مش عاملة نفس الريستريكشن ده أو القيود دي بتاعت عشرين خمسة وتلاتين ونبدأ ناخد نستورد منهم سيارات عادية ولكن إن أجلا أو عجلا فإحنا هنتحرك في هذا الاتجاه آه إحنا هناخد وقت أطول أكيد إحنا برضو الشعب المصري عندنا بيحب العربية إن هي تبقى تبقى معمرة دي سلعة معمرة عندنا عربيتي دي حبيبتي فأنا عايز هتفضل معايا على طول وبالتالي بيأخد وقت أطول إن إحنا نقدر نحرك تسيب العربية بس يمكن حضرتك برضو كلمت في نقطة مهمة جدا ففكرة إنه لأ هما في حوافز ممكن يعني دي كلها أساليب زي ما بنقول جذب للمواطن وبرضو في حملات توعية كبيرة جدا مش بالمردود الاقتصادي فقط من على يعني اللي هيرجع له من استخدامه الاستغارة العربية لا ده فيه كمان مردود بيئي كمان لو تحولنا لها هل الأمر هنا بيتطلب زي ما البرلمان الأوروبي عمل إنه يبقى فيه تشريع مثلا من وجهة نظرك يا دكتور إنه هل ممكن نلجأ لخطوة زي دي أكيد في مرحلة من المراحل المضطرين نلجأ لحاجة زي كده ولكن دايما الأول لازم تدق بالحوافز ونوفر البنية التحتية ونوفر الحوافز وبعد ما نعمل الكلام ده نبدأ نحط بقى اللي هو بعد تاريخ يوم كذا هيحصل الريستريكشن أو منع في أماكن معينة على الأقل دخول زي أماكن الساحية مثلا زي الأماكن العصمة الإدراك الجديدة هنبدأ نبص على المدن اللي بيسموها سمارت سيتيز أو المدن الزكية نبدأ نقول لا إحنا قريدي عندنا خط قطار كهربائي ممتاز موجود آه يمكن لسه الكباسيتي بتاعته ما استهلكنهاش كلها لكن مع الوقت هيبقى هو ده مش البديل الوحيد لا هو ده الطريقة الوحيدة أن احنا نقدر ندخل المكان ده مش هنقدر ندخله غير بالنوع ده من المواصلات وبالتالي بعد مع الوقت نقدر أن يحصل او تطور الأماكن كلها تقول طب ما هو فيه ثوائد كتير وهل ممكن نكتزب أي حاجة من التجربة الأوروبية للتحول لإستخدام السيارات الكهربائية مثلا؟ أكيد إحنا كلنا يعني هما leaders في حاجة زي كده وإحنا بنتعلم منهم حاجات كتيرة وبنضيف من عندنا برض يعني إيه هي أبرز النقاط مثلا دكتور من وجهة نظرك؟ طيب أول حاجة هما عملوها أنهما بدوا يحولوا مواصلات النقل العام كلها كهرابي وده يمكن اللي الدولة عندنا بدأت تاخده وإحنا بنتابع هذا نفس الأسلوب اللي إحنا محتاجين نبدأ نتحرك فيه اللي هو تحفيز المواطن اللي بيقتني سيارة أنه هو يوصل لمرحلة أنه هو يبقى عنده سيارة كهربية بحوافز مختلفة تمام؟ وبالتالي لو إحنا عملنا الموضوع ده هيبدأ يحصل تطور أكتر وناس أكتر تبدأ تبص وبصنا برضو على موضوع التمويل للسيارات الكهربية لو قدنا نعمل الحوافز دي ده نفس الكلام حصل في أوروبا قادر أخد قرض بفايدة قليلة علشان قادر أشتري العربية الكهربية دي غير لو أنا هشتري العربية بوقود عادي لا الفايدة بتاعته بتبقى أعلى وحاجات شبه كده كثيرا طيب يعني فيه وحنا نتكلم عن الأوروبا فيه دراسة أوروبية بتقول أن سيارات الوقود يعني هتنتج 664 مليون طن انبعاثات خلال عشر سنين هل ده برضو ممكن تكون يا دكتور زي ما بيقوله كارت مثلا يعني بعد مؤتمر مناخ بأن احنا بدأنا بمؤتمر مناخ خلينا نهي محادتك بمؤتمر مناخ يمكن بعد مؤتمر مناخ الناس ابتدت شوية يبقى عندها وعي بخطورة فكرة الانبعاثات وغيره هل مثلا استخدام ده ككارت من الممكن أن هو يحفز الناس أن هي تدرك قيمة فكرة الانتقال لمركبة كهربائية طبعا يعني هو ده جزء من الموضوع لأن ده بيأثر على صحة البني أدمين في العموم يعني الانبعاثات دي في الآخر بتؤدي إلى للأسف أمراض كتيرة وأمراض مستعصية وحاجات بتؤدي إلى الوفاة لما نبدأ زي ما حالك قلت حملة تعوعية وإزاي إن الانبعاثات دي بتأثر على صحة كل الناس وبالتالي كفاءة الناس في العمل ونبدأ نطور النظرة دي لإن أنت حرك تمشي بعربيتك والموتور بايز أو الزيت بيتحرق وبيطلع دخان كبير جدا لعبات الكهربائية فيش توكير فيش زيت هيتحرق ما فيش أي حاجة وحتى الصيانات قليلة جدا وبالتالي إن فكرة إن احنا نبدأ نبص على الكلام ده وحملة توعية كبيرة جدا من أول المدارس من أول طفل في المدرسة إن هو يعرف إن الانبعاثات دي إزاي بتأثر على حتى نمو المخ ونمو الزكاء كل الحاجات دي من الحاجات الحوافز اللي هي بنسميها وانا مش بخوفك بس خد بالك من صحتك وخد بالك من ده ولو أنت استعملت الوسيلة دي هتوفر حاجات كتيرة مش بس فلوس حتى في كفاءتك في العمل أنا بشكر حضرتك في الحقيقة جزيل شكرا دكتور محمد أحمد عبدالعزيز رئيس قسم هندسة السيارات بكلية الهندسة جمعتين شمس شكرا جزيلا دكتور مشاهدينا الكرام إلى فاصل نعود من بعد الاستكمال هذه الحلقة أهلا بحضرتكم مشاهدينا الكرام من جديد في مواجهتنا التانية واللي هنقش فيها العديد من القضايا المتعلقة بقمة المناخ كوب 27 العمل على تقليل المبعثات الكربونية الضارة هنتكلم كمان عن مبادرة ابدأ ودورها في توطين الصناعة المصرية كذلك رافع كفاءة العامل المصري إزاي هتساهم هذه المبادرة في تحقيق التعاون بين الدولة والمصنعين بالإضافة إلى الحديث عن الاستراتيجية المصرية للتوسع في الطاقة النظيفة وغيرها من القضايا اللي هنقشها مع ضفتي اللي نورتني في الستوديو الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة الشباشي أهلا بحضرتكم أهلا بيك شكرا يعني شفتي كم محور اتكلمنا فيه إن احنا هنقشوا بس خليني يبدأ مع حضرتك بقمة المناخ في الحقيقة يعني من أول ما قمة المناخ بدأت حتى أن انتهت فيه إشادات فيه شكر بيقدم للدولة المصرية على التنظيم الجيد اللي كان لهذه القمة يمكن كان آخر حاجة وثيقة الشكر اللي كانت من الأمم المتحدة على التنظيم من قبل الدولة المصرية للقمة الأشهر في العالم أستاذة فريدة طبعا لأنه دي كانت قمة فيها يعني ممثلين بتوع حوالي 100 و90 دولة يعني مش حاجة بسيطة يعني ودي مسؤولية كبيرة جدا وبعدين في نفس الوقت ما حدش يقدر ينسى إن من ساعة ما تقرر إنه القمة تنعاقد في شرم الشيخ اتهسر الجانب الشرير اللي من برة فكان يعني كان فيه جمال برضو ثقة من الناس اللي اشتركت وساهمت في القمة كان فيه ثقة في القوة المصرية والشرطة المصرية والشباب المصري والنظام المصري يعني ده حاجة هنا بقى ما حالاش بدتكلم بنقول حكاية ده واقع كان تحت كل البروشيكتورات اللي في الدنيا يعني كل علاقة التصوير وكل يعني كان موجود علني تمام وكان قمة فعلا الالتزام والنظام والشباب كان رائع وهو ده الشباب بقى اللي مراهن عليه القائد يعني ده الشباب اللي انتوا دوركوا ده هو اللي جاي اما كمان لأم المتحدة قدمت شكر للشباب المتطوعين بالضبط يعني عملوهم شكر بجد في وامتهى الروعة يعني وده بيدي احساس بانه كل واحد بيجازى على عمله مش على انه قاعد كده بيقول لنا حواديث لا كل واحد بيشتغل بياخد جزات يعني جزات بشكل بجد يعني يعني مشرف يعني عارفة ازاي فالشباب الحقيقة كان في منتهى في قمة التقلق والالتزام واحترام كل المعايير بتاعت النظام وكله واحنا شفنا لما عملوا حاولوا يعملوا حاجة في الإسماعيلية لانه ما عارفوش يدخلوا في شرم الشيخ كانوا عايزين يعملوا يبوزوا ده بأي طريقة لانه ده هنا مفيش كلام زي ما بقولك يعني مش حاجة شفاوية وكله تحت الكاميرات ويمكن كانت كل وسائل الإعلام في العالم في العالم كله بتتكلم وبتنقل الحدث ده بعيدا عن مشاركة الوفود الرسمية أستاذ فريدة كان فيه كمان شباب مشاركين طبعا بقرأهم بأفكارهم بمقترحتهم يمكن طبعا لوجود حلول ده برضو إلى أي مدى بيعكس صورة ما حدث في شرم الشيخ فعلا ده بيعكس صورة مصر الجديدة مصر الجديدة بترحب بالحوار مع كل أبنائها وخصوصا الشباب لأن الشباب هم الأمل في المستقبل هم الرهان بتاع القيادة السياسية الحالية وهو ده اللي كان مصبوط مش الواحد يقعد على الكرسي يقعد أربعين سنة تلاتين سنة لغاية لما ربنا يفتكروا لا يعني فيه الشباب هي سواعد انت يعرفها كان فيه غنوة زمان لعبد الحليم حافظ بيقوله وانت يا شبابنا تقدم جه دورك في التاريخ بقديك لازم تتقدم مصرف عصر الصواريخ دلوقتي مصرف عصر الكمبيوتر والأنترنت والتويتر وكل وسائل الاتصال والسوشيال ميديا وكل ده يعني برضو فيه طفرة جامدة قوي فلما الشباب يبقى واعي بكل ده وبيحاول يبني بلده وبيحاول يحميها وبيحاول يدفع عنها وبيحاول يأكد سمعتها الحضرية اللي من ألاف ألاف السنين دي حاجة تدعونا كل ده من الصخر الحقيقة صح على الجانب الآخر لقمة المناخ أستاذة فريدة احنا يمكن شفنا كان فيه اهتمام كبير أو يبلغ بأفريقيا تحديدا يعني وفي الحقيقة الاهتمام بأفريقيا وأنا وحضرتك لينا يعني نقاشات وصولات وجوالات مش بادئ من قمة المناخ لا والاهتمام بأفريقيا بادئ من كتير جدا والدولة المصرية بتأخذ قضايا أفريقيا تحديدا على عطقها بشكل كبير شفت إزاي حرص الدولة المصرية على الاهتمام بأفريقيا وإن هي تكون صوت أفريقيا في هذه القمة يعني أنا شفت إن مصر دايما موقفها موقف عادل يعني مع العدل مع إنصاف أفريقيا لأن أفريقيا عانت كتير وإحنا بأهدنا عن أفريقيا يعني تعرفي إحنا شوية تهمشنا كده ونمنا سيبنا كل حاجة تفضل يعني تتراكم ولما جات الجمهورية الجديدة زي ما أنا دلوقتي أنا فعلا بحس إن إحنا الجمهورية الجديدة دلوقتي فإحنا قمنا صحينا جي قائد صحانة منهم بس إحنا كمان كنا عايزين نفح يعني لما نزلنا 40 مليون في 30 يونيو دي ما كانتش حاجة بسيطة يعني وفوضناه هو ده يعني الشعور متبادل ثقتنا فيه وثقته فينا فهو الثقة المتبادلة دي هي دي أساس هي دي ركيزة البناء بناء أي دولة فاللي حاصل فعلا إن إحنا يعني بدينا نفوق وبدينا كل واحد بقدر تكوينه ومعلوماته وسنه وكفاءاته في المجال دا وفي المجال دا كله النهاردة بيحاول يبني مصر اللي إحنا كنا منتظرين إنها متروحش وده اللي خلي الأشقاء الأفريق من وجهات نظرك طبعا يبقوا كمان يبقى فيه ثقة هم عندهم ثقة هم بيعتبروا إن مصر تتكلم بإسمهم النهاردة وأفريقيا كانت يعني إحنا إحنا بننتمي للقرة الأفريقية وإحنا طول عمرنا علاقتنا بأفريقيا بس إنتي عارفة بقى جات فترة كده بقينا بس ماما أمريكا يعني اللي هي يعني مالهاش قوي في المساعدة ولا في أي حاجة يعني في رأيي طبعا ده مش رأيي حد لكن اللي حصل إنه أفريقيا حست إن فيه رجل بيتكلم بمنتهى الأمانة وبمنتهى الثقة وبمنتهى الكرامة يعني هو ما بيقولشه النبي الدولة لا ده بيقولهم إنتوا إرتكبتوا جرائم وإرتكبتوا يعني سببتوا أضرار لهذه الدول فإنتوا لازم تتحملوا المسؤولية ودي أول مرة يمكن لنا مع أسراه في المؤتمرات إنه يبقى فيه التزام من الدول تجاه دول أخرى الدول اللي تسببت في الضرر إلى الدول التي تضررت هو فكرة إنه يبقى فيه حلول دي كانت مطروحة لكن كان بيحصل تأجيلات وكان فيه تخوفات قبل قمة المناخ يمكن القمة دي زي ما حضرتك يمكن بتقولي اللي خرج منها اللي هو صندوق الصندوق بتاع الأضرار والخسائر هو بيأكد بشكل أو بآخر التزام اللي يمكن حضرتك بنتكلمش وكلهم بيتكلموا على ده على فكرة يعني كل الصحافة العالمية بتشير إلى أن دي أول مرة لأن الدول الكبيرة اللي هي تسبب آه طب أوكي آه إحنا تسببنا بس معلش هنشوف بتاع لكن بقالنا قد إيه من 2003 يمكن أول مؤتمر كوب مش كده فالوقتي لا بقى جينا في شرم الشيخ كان الصوت العظيم اللي بيقول لهم إحنا لازم نوقف هنا لأنه كمان الرئيس نبه لحاجة مهمة أولا نبه لحاجة محدش اتكلم عنها قبليه أنا ما شفت الشخصيا يعني إنه محدش حيفلت يعني الكرة الأرضية كلها هتعاني هتعاني صحيح والزبط كده وده يمكن يا أستاذة فريدة حاجة إحنا شفناها يعني إحنا شفنا في دول أوروبية لأول مرة بيحصل فيها حرايق شفنا فايدانات شفنا بيحصل جفاف في أنهار الجليد اللي بيسيح ذي كلها حاجات يمكن إحنا شفناها أنا عايزة أركز مع حضرتك على أفريقيا تحديدا لما قلت لما بدأت السؤالي حضرتك بأن مصر مش مهتمة بأفريقيا فقط في قمة المناخ لا ده مصر واخد قضايا أفريقيا على عطقها من ضمن الحاجات اللي إحنا يمكن بنشوف فيها تناغم مصري أفريقي زي ما بيقال مبادرة حياة كريمة طبعا يعني الخطوات المطلوب أن يتم اتخاذها عشان تنقل هذه المبادرة اللي يمكن بنتكلم على طول والناس هي اللي بتتكلم يعني الناس اللي حياتهم اتغيرتهم اللي دلوقت سيبقوا بيهم نقل هذه المبادرة وغيره يا أستاذة فريدة الأفريقيا هيأثر قد إيه وإلى أي مدى هيكون لي تأثير في حياة الأشقاء في أفريقيا شوفي مصر لما بتبقى هي مصر اللي أنا عارفاها مصر اللي هي بتحلق في أعلى سماوات دايما أفريقيا بتبص لها كنموذج وكمثل يحتذى واخد بالك فإحنا كنا يعني كنا أيقونة العالم كله التالت في الستينات يعني وطبعا الجزء الفضل من السبعينات وبعدين بعدنا وسكتنا وهم سكتوا ما خلاص ما بقاش حتى بتكلم باسمهم النهاردة هم وسقين إن اللي بيحصل في مصر ده نقلة في الحياة البشرية المصرية من القرون من عشرات السنين يعني من عقود فهم النهاردة عايزين يعملوا ده عندهم لأن ده مثل يحتذى مثل مبهر مثل جميل إن كنتي أنا النهاردة لو أنا قاعدة تعيسة في حتة وبلدي أنا كم مهمل فيها ومرمية كده أنا هدفع ليه عن البلد مصبوطة ولا لأ أنا هدفع عن البلد لما البلد تحسسني بأن أنا مواطن عايش حياة كريمة الحياة كلمة كريمة دي رائعة يعني ملهاش ملهاش حل نتقدرش تقولي أكتر من كلمة إن كريمة دي بتخلي المواطن يحس بأنه مكرم وأنه كرمته مصانع وأن هذه الدولة بتعامله بإنسانيته مش بهو مين يعني وفين وقاعد فين وقاعد يعني كل اللي حصل من ساعة ثورة 30 يونيو لغاية النهاردة كل يوم يعني أنا بشوف ناس حتى من الأشقاء العرب بيقولوا إحنا مبهورين إيه اللي بيحسن في مصر وطبعا أفريقيا نفس الحكاية خصوصا برضو في النقطة المتعلقة بحياة كريمة دي أستاذة فريدة إن الموضوع جيب بسعي ومبادرة من برنامج الأغذية العالمي إن تنقل هذه المبادرة القومية الكبرى إلى الأشقاء في أفريقيا بالزبط كده لأنه كان أنت عارفة إيه زي ما يكون ربنا بعت الراجل ده يعني عشان يجي للعالم كله مثال ويطبق ده في البلد البلد اللي هي يعني ما فيش حد ما ما يعرفش يعني إيه مصر وما فيش حد ما يعرفش يعني إيه الأهرام ويعني إيه يعني كل الأثار اللي عندنا يعني فكل ده يعني إحنا لازم الوقت بيستثمر بيستثمر في إن إحنا بنرجع تاني نموذج يحتذى به من الدول اللي هي برضو عانت مستمع علينا إحنا برضو إحنا كنا على شفا لقدر الله ألف مرة كنا على شفا الإنهيار والتفتيت لغاية لما ربنا بعت لنا هدية صحيح حطينا في المجال الصحيح طب بما إن حضرتك قلت إن مصر هتبقى كما كانت نموذج يحتذى به في الحقيقة إحنا بنشوف على الصعيد الداخلي أو على الصعيد المحلي في مصر في تحركات في طموح يعني خلينا نسميه طموح يا أستاذة فريدة إن إحنا فيه اتجاهات نحو توطين صناعات وشوفنا مبادرة إبدأ في الحقيقة مبادرة مبهرة إلى أي مدى كل التحركات اللي بتحصل في الداخل المصري دي برضو هيكون لها إنعكاس داخليا وخارجيا يا أستاذة فريدة لأنه ده الطريق اللي كنا لازم نمشي فيه واللي لازم دلوقتي نمشي فيه يعني أنت إبدأ النهال ده لما تيجي أنت تأهلي الشباب اللي عندك لمختلف الصناعات أنت بتكساب قد إيه أنت بتكسابي أنك أنت بتعملي بتنتجي الآلة أو الحاجة اللي كنت أنت بتجيبيها من برة لبتتفعلها فلوس وبعدين أنت بتبقى الحاجة عندك أغلى وفيه بطالة النهار ده شوفي كام شاب النهار ده العمل ده غير الاقتصادات يعني هي الاقتصادات الكبرى بتقوم على الصناعات طب معا طب معا شوفي جمال عبد الناصر يعني قال كلمة ما هو كلامه كتير رائع يعني بس لشي حاجة رائعة قالها قال من لا يملك قوت يومه لا يملك حرية قراره واخد بالك فإحنا النهار ده بنملك يعني حتى كنت قريت مؤخرا أنه كان في حد من نزارة الكهرباء بيقول أن روسيا ما فرضتش علينا حاجة على المحطة النووية بتاعة الضبع لأن إحنا لا نقبل شروط إحنا لو ما كناش عندنا قدر كبير من الاكتفاء الذاتي وقدر لا نهاية له من الطموح إلى الوصول من مصري إلى أعلى مراتب النجاح والاكتفاء وال يعني توفير كل ما يلزم المصري ما كناش وقفنا وقلنا آه أو لا يعني كنا رضخنا لأي كلام يتقال فأنا شايفة أنه اللي حاصل في حكاية موضوع ابدأ ابدأ ده ده يعني فتح باب المشتقبل أفاق أفاق رائعة وبيثبت أنه فعلا ما فيش سقف للطموح يا أستاذة فريدة إحنا توصين صناعات بنبدأ تعليم ماشيين فيها كل الاتجاهات كله 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 كل الاتجاهات لأنه إحنا النهاردة محتاجين نواكب العصر مش حنام يعني إحنا جات لنا فترة كانوا بقولون بس انت آه تدعي ربنا آه ربنا تدعي بس ربنا قال لك اشتغل ربنا قال قول عمله مظبوطا لا صح فإحنا النهاردة بنبتدي كمان نسترجع الهوية المصرية اللي راحت مننا في العقود الأخيرة قبل ثورة شهرين يعني صحيح هي الهوية المصرية ومفيش أحسن من الهوية المصرية والطموح اللي عند الدولة المصرية إن أنا أختم بين القشي مع حضرتك شكرا أنا بشكرك في الحياة جزيلا شكرا الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة شبيش شكرا جزيلا لحضرتك إن شاء الله يتجدد لقائي بحضرتك يعني على مدار الأسابيع المقبلة شكرا وشكرا موصول مني لحضراتكم مشاهدين الكرام على تيب المتابعة إلى اللقاء شكرا